اشتركوا في القناة لمجموعة الدول الساهلية القمس وتركزت مباهسات القمة على سبل التصدي للجماعات الجهادية في منطقة الساهل وتأتي زيارة الرئيس الفرنسي أمانوال ماكرون إلى دولة موريتانيا تزامنا مع وقوع ثلاثة هجمات في أسبوع واحد متتالية تأرضت لها القوات الفرنسية برقان ضمن مهمتها بدول الساهل والقوات الإفريقية والمالية بمدينة السافرية وبهذه المناسبة أبر الرئيس جمهورية الناجر محمد يوسفو بصفته الرئيس الدوري لمجموعة الدول الساهلية الخمس أبر للصحافة الدولية أثناء المؤتمر الصحفي الذي جرى بمقر كلية الدفاع أبر بأن رؤساء المجموعة الخمس قرروا في القمة تناول موضوعين مهمين هما تفئيل دور القوات المشتركة وتقوية برنامج الاستثمارز الأولوية لتنمية المنطقة لأنه في تراب الفقر ينمو الإرهاب الرئيس الفرنسي أمانوال ماكرون من ناهية أشاد بدور المجموعة الكبير في مكافأة الإرهاب والجرائم المنظمة وأشار بأن الأولوية الحالية هي دعم قوات المجموعة ماديا وتمولها بمختلف العالات الأسكرية والمعلومات الاستقباراتية وقال أن فرنسا تحدث بالتعاون مع دول المجموعة إلى استعصال الإرهاب من دول الساهل والصهراء وعكد بأن القمة سمحت له أن يناقش مع القادة المحاور الاستراتيجية والعمليات التي تقوم بها الدول الخمس وللإشارة بأن مجموعة الدول الساهلية القمس انشأت عام 2014 بهدف تنسيق السياسات وإرساء قواعد التنمية والعملي في فضاء الساهل الإفريقي هذا وبعيد الاجتماع التقل عمين الدوري لمجموعة الدول الساهلية القمس بفقامة رئيس الجمهورية إدريس دبيتنو وتطرق معه إلى دوري شاد داخل المجموعة ولسيما استدباب الأمن والاستقرار وإهلال السلام بأرض المنطقة وخلال اللقاء أعرب رئيس الجمهورية الرؤيته للعمين الدوري بالقضايا التنموية بالمنطقة ومحاربة الجماعات الإرهابية المتطرفة التي أصبحت في تراجع مستمير بفضل القيادة الحكيمة لرؤساء المجموعة هذا وقلال اللقاء استمع الأمين الدوري لوصايا فقامة رئيس الجمهورية إدريس دبيتنو وتطلقاته بعد القمة المسقرة حول الاستراتيجية الدولية لدول المجموعة في مجال التنمية والأمن والقوات الإفريقية لدول المجموعة المنضوية تحت منظمة الأول المتهدة بجمهورية مالي ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة